السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس منهج الدعوة إلى الله عز وجل على وفق أو فقه الدعوة إلى الله عز وجل على وفق منهج الأنبياء والسلف الصالح وأظن أخطأنا في العنوان الشيخ محمد لعلك تعذله بارك الله فيك ما زلنا في الحديث عن العلم بالنسبة لمسألة من أهم ما يتميز به الداعي إلى الله عز وجل هو العلم العلم الشرعي وذكرت في المجلس السابق أن العلم على نوعين أصول ووسائل وسائل للعلم أو علم الآلة أو العلوم المساعدة وأعتقد أنني وقفت عند العلم الفقه ذكرنا القرآن وذكرنا التفسير وذكرنا العقيدة وذكرنا الحديث هذا طبعا بإجمال والآن نتكلم عن الفقه والفقه في واقع الأمر يطلق على معنين معنى عام ومعنى خاص أما المعنى العام فهو الفقه في دين الله عز وجل عموما وهذا يشمل جميع العلوم والفنون يعني يكون لديك فقه في العقيدة لديك فقه في الحديث لديك فقه في اللغة لديك فقه في التفسير هذا المعنى بذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين يعني في دين الإسلام والفقه العام هذا هو ضبط القواعد ضبط قواعد كل فن وكل علم بحيث أن تصبح أيها الداعية تمتلك مفاتيح هذا العلم وقواعد هذا الفن بحيث يكون عندك فقه النوع الثاني أو القسم الثاني هو الفقه الخاص والمقصود به معرفة الأحكام العملية الفروعية من أدلتها التفصيلية يعني ما يسمى بالفقه الآن اللي هو معرفة الأحكام الفروعية العملية وأخذ هذه الأحكام أو أخذ الأحكام من الأدلة من الأدلة بمعنى ما يتعلق الآن بما استقر عليه علم الفقه من هذه الأبواب بابتداء من باب الطهارة وانتهاء بباب الدعاوة والبينات وهذا طبعا في بعض المذاهب وليس في كل المذاهب إذن علم الفقه من أهم العلوم ومن أفضلها ومن أعلاها ولذلك إذا أردنا أن نتحدث على مسألة الفقه لا بد أن يكون حديثنا يشمل النوعين الفقه العام والفقه الخاص أما الفقه العام فهو معرفة قواعد الدين وقواعد الشرع لأنه ما يمكن أن يكون للداعية يعني عفوا ما يمكن أن يبرز الداعية ويظهر وينجح في دعوتي إلا بامتلاكه لهذا النوع من الفقه النوع من الفقه وأما الفقه الخاص فهذا طبعا مطلوب من كل مسلم لكن يختلف من حيث فرضية العين والكفاية فالقاعدة في هذا أن كل عبادة واجبة على المكلفة تقدم العلم عليها واجب ثم ما زاد عن ذلك يعدونها من فرض الكفايات بحيث يبرز فيه طالب العلم لعلكم تستغربون يعني كثرة الحديث عن العلم والتفصيل فيه والاستغراب هذا يعني ينزح ويزول إذا علمنا بأن العمود الفقري للدعوة إلى الله عز وجل هو العلم مثل ما ذكرنا سابقا بمعنى أي دعوة لا تقوم على العلم الشرعي فهي دعوة مهلهلة عرجاء تنقطع سريعا وأي دعوة تقوم على العلم فهي دعوة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لاحظ الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين حديث الآخر منصورة حديث الآخر من كان ناجية حديث الناجية هؤلاء كلهم امتداد تنتهي حلقات هذه السلسلة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك دعوتهم قائمة لأنهم ظاهرين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله ولذلك كتب الله عز وجل لهم النصر والتعيد ويقلون في وقت ويكثرون في وقت وهكذا من تتبع سلسلة هذه الطائفة الناجية المنصورة علم بأنهم امتداد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام القائمة على العلم القائمة على العلم طبعا الفقه لأهل العلم كلام جميل في مسألة طلب علم الفقه الأثرم يقول سأل رجل أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل عن حديث فقال أبو عبد الله الله المستعان تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم لا ما أقل الفقه فيهم يقول تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب أصبحوا يعني يتتبعون الغرائب ويغربون مثلا في مسائل الإسناد وغير ذلك والشافع رحمة الله عليه قال ليونس بن عبد الأعلى عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه يقول عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه وقال ابن الجوزي رحمة الله عليه الفقه عمدة العلوم الفقه عمدة العلوم وقد أمل الشافعي على مصعب بن عبد الله بن الزبير أشعاره ذيل ووقائعها وأيام حفظا فقال له يا أبي عبد الله أين أنت بهذا الذهن عن الفقه فقال إياه أردت إياه أردت يعني هذه كلها وسائل مساعدة ومساندة للوصول إلى الفقه وقال محمد بن الحسن الشيباني كان أبو حنيفة يحدثنا أو يحثنا على الفقه وينهان عن الكلام وكان يقول لعن الله عمر بن عبيد طبعا هذا المعتزل لقد فتح للناس الطريقة إلى الكلام فيما لا يعنيهم وقال الربيع رحمه الله مر الشافع بيوسف بن عمر وهو يذكر شيئا من الحديث فقال يا يوسف تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه هيهات تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه هيهات والمقصود طبعا ليس المقصود حفظ متون الحديث لا وإنما المقصود ما كان عليه يعني كثير من المتقدمين من العناية بالأسانيد وحفظ المتون بعيدا عن معرفة فقهها معرفة فقهها ولذلك الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه ومالك تميزوا بأنهم جمعوا بين يعني يصدق أن يقال بأن لديهم يعني فقه الدليل فقه الدليل فهم لهم عناية بالدليل لكن لا يجمدون على ظاهره وإنما لهم عناية بالبحث عن العلل والمعاني ولذلك كان العلماء يحثون على مسألة الفقه يحثون على مسألة الفقه ويدعون الطلاب إلى ذلك ويحثونهم عليه طبعا يعني إذا أراد الداعي الله عز وجل وطالب العلم عموما لا بد من البداية بمتن من متون الفقه طبعا هذا يختلف باختلاف المذاهب فكل طالب علم في أي بلد مثلا المعتمد أو المذهب المعمول به ينظر في المتون بحيث يتدرج يتدرج وهذه مسألة حقيقة غاية في الأهمية لأن للأسف الشديد من الناس من يقرأ كثيرا ومن يبحث كثيرا لكنه في الواقع لا يحصل شيء لماذا؟ افتقاده المنهجية الصحيحة في طلب العلم الشرعي ونحن في المجلس السابق وفي هذا المجلس نتحدث عن المنهجية في طلب العلم الشرعي وبعض الناس يقرأ كتب كثيرة ويحضر دروس كثيرة لكنه ما يوفق للفق لماذا؟ افتقاده المنهجية الصحية في طلب العلم طلب الفق مثلا فمثلا لو ضربنا مثلا في المذهب الحنبلي والذي هو من أكثر المذاهب يعني نزوعا إلى الدليل وكذلك يعني الخلاف فيه قليل نجد بأن المنهجية الصحيحة ما رسمه ابن قدام المقدسي رحمة الله عليه حينما صنف في الفقه أربع تصنيفات في واقع الأمر تمثل منهج للترقي في الفقه حتى الوصول إلى الغاية والمنتهى فأول ما صنف العمدة عمدة الفقه وهذا من المهم جدا لطالب العلم أن يبدأ بالعمدة أنا أتكلم الآن عن المذهب الحنبلي لكن قد يكون الآن عند الشافعية هو موجود المالكية الحنفية يعني قصدي أنا بأن طالب العلم لا بد أن يكون له منهجية حتى يكون فعلا طالب العلم يكون داعي الله عز وجل على منهاج سليم لا بد أن يسلك المنهجية هذه فمثلا يبدأ بعمدة الفقه ثم بعد العمدة يترقى كما صنف في ذلك ابن قدام رحمة الله حتى بلغ المغني المغني الذي يمثل موسوعة المغني يمثل موسوعة من موسوعات السلف بحيث أنه جمع جميع الأقوان فمثلا يأتي إلى طبعا يمكن عناية المتأخرين من الحنابلة بزادة مستقنع أكثر من من العمدة عمدة الفقه عمدة الفقه طيب حتى لو بدأ بعمدة الفقه لا بد من فقه أيضا في قضية يعني ضبط المسائل ضبط المسائل لا مثل ما ذكرتنا قبل قليل بعض الناس يشرق ويغرب وربما يعني يهدر وقت كبير جدا في القراءة والحفظ لكنه ما يحصل شيء لافتقاده القاعدة القواعد الشرعية في المنهجية في طلب العلم فالدين كله قواعد والعلوم هذه كلها قواعد ما يمكن أبدا أن تضبط فن من الفنون إلا بضبط قواعده بضبط قواعد ليش الآن العلماء وضعوا ما يسمى بعلوم الآلة أو علوم المساندة والمساعدة حتى تضبط هذا الفقه لأن الفقه يعني أبواب كثيرة لا بد من ضبطه كيف أضبط الفقه يعني مثلا أنت الآن في أبواب الطهارة أقسام المياه ثلاثة هذه قاعدة مهمة جدا تبدأ لا تستعجل وتذهب وتقول مثلا ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن أقسام إلى أن المياه القسمة فيه ثنائية مثلا لا انتظر لا تستعجل طبعا نتحدث لأننا نعرف أن لأمامي يعني يعني بالنسبة للحضور مشايخ العلماء وطلبة علماء وقد يوجد أناس مثلا مبتدئين فأنا قصدي مثلا أقسام المياه ثلاثة هذه قاعدة طاهر وطهور من أجس مثلا تحفظها عندك مثلا فرض الوضوء عند الحنابلة كم ست غسل الوجه وغسل الوجه وغسل يدين المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين القدمين مع الكعبين والترتيب والموالاة هذه قاعدة خلاص ضبطت أنت مسألة عظيمة مساعر الفقر عندك مثلا في الصلاة أركان الصلاة 14 روك عندك وشروط الصلاة 9 مثلا قبل ذلك عندك نواقض الوضوء مثلا عندك واجبات الصلاة أنا قصدي أنك تعرف هذه الأشياء بحيث تضبطها من خلال ضوابط وقواعد قد أنت تنشئ ضابط أو قاعدة مثلا أنت بنفسك تنشئ ضابط أو قاعدة بحيث أنك تجعلها من ضمن منهجك في طلب العلم وليس بالضرورة أن تذيعها للناس وقد كان بعض العلماء يصنع قواعد ويخفيها عن الناس ويريد يراجعها بنفسه حتى يضبط العلم مثلا الزكاة عندك الزكاة الآن أصناف المال الواجب الزكاة فيك أربعة مثلا خلص أربعة الذهب والفضة النقدي طبعا بهيمة الأنعام عروض التجارة والحبوب الثمر أو الخارج من الأرض من حبوب الثمر هذه قاعدة هذه قاعدة هذه قاعدة عندك مثلا مثلا مفتلات الصلاة عندك الصيام مثلا تضبط هكذا وتبدأ حتى في المعاملات بمعنى يصبح عندك ضوابط وقواعد لهذا الفيلم طبيعة الحال من أهم ما يجب العناية به بالنسبة للداعية هو ضبط القواعد والأصول العامة للدين والألفاظ الخاصة والعامة أيضا الواردة في القرآن والسنة هذه من أهم المهمات قبل ما أنتقل إلى العلوم المساندة خلونا في الأصل الآن طبعا هناك ألفاظ كثيرة في القرآن والسنة يعني مثلا لفظ الظلم مثلا ما قال الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم غيرهما من أهل العلم لفظ الظلم المعصي الفسوق الفجور الموالاء التولي المعاداء الركون الشرك النفاق الكفر هذه كلها ألفاظ واردة في القرآن والسنة من المهم جدا لطالب العلم أن يضبط هذه الألفاظ وأن يعرف بأنها ليست ألفاظ هكذا يعني تطلق من دون معرفة أنواعه وأقسامه يعني مثلا الظلم أنواع الآن ظلم الإنسان لنفسي وظلم الإنسان لغيره ظلم الإنسان لنفسي يكون بماذا الشرك إن الشرك لظلم عظيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ها إذن لابد ظلم الآخرين الصحابة رضي الله لما نزلت الذين نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أشكل عليهم قال وأينا لم يظلم نفسي يا رسول الله قال ليس هذا أما سمعتم قول الله تعالى على لسان العبد الصالح لقمان طبعا يا بني لا تشرك بالله إن الشرك على ظلم عظيم الشرك نوعا شرك أكبر وشرك أصغر إذا ما ضبط طالب العلم الداعي الله عز وجل أنواع الشرك قد تزل قدمه ويظل فهمه وربما حكم على مسلم بالشرك الأكبر وأخرجه من ملة الإسلام الكفر على نوعين كفر أكبر وكفر أصغر قد يمر الإنسان مثلا على نصوص وردت لفظة الكفر وهي من الذنوب يعني نصفنا الذنوب مثلا كفر من أتى حائضا كفر من انتفى مثلا ثلاثة هي في أمة كفر مثلا هذا الكفر الأصغر الكفر العملي حتى في قضية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون أكثر الناس ضلال في هذا من لم يفرق بين هذه الألفاظ المصطلحات ولذلك الخوارج جعلوها واحد كفر كفر قالوا الكفر واحد لم يفرقوا بين الكفر الأكبر والكفر العملي هذه مهم جدا لذلك الآن أكثر ضلال الجماعات المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة هو اختطاف مثل هذه النصوص وهذه الألفاظ والمصطلحات وتوظيفها توظيف يتناغم مع ما هم عليه من الانحراف مثل ما قال الخوارج لعلي رضي الله عنه إن الحكم إلا لله قال كلمة حق لكن أريد بها باطل النفاق أيضا على نوعين الآن كثير من الناس يرمي الناس كثير من من يتصدى أو بعض من يتصدى يرمي الناس بالنفاق وقد يتوهم من يسمعوا بأنه النفاق الأكبر وهذا غلط النفاق الاعتقادي هو أصلا كفر في أصله لكن المنافق تستر بالإسلام طيب الآن من الذي يعرف بأن هذا منافق نفاق أكبر من و لأجل هذا قال بعض العلماء كان الحال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إسلام وكفر ونفاق لماذا؟ لأن الله تعالى يوحي إلى نبيه الآن كفر وإسلام بمعنى أنه ما تستطيع أنك تعرف بأن هذا منافق نفاق اعتقادي أما النفاق العملي نفاق الأصغر فهذه هي شعب من شعب النفاق لكن ما تخرج الإنسان عن الإسلام ما تخرج الإنسان عن الإسلام فالمسلم قد يقع في شعب من شعب النفاق لكنه ما يكفر ولا يطلق عليه بأنه منافق مثلا كذلك الفسوق والفجور الموالاة أغلب الناس الآن لو سألتم ما معنى الموالاة ما عرفوا معنى الموالاة ولا يستطيعون التفريق بين الموالاة والتولي الموالاة والتولي فتزل فتزل أقدام بعد ثبوتها وتظل أفهام في هذه المساعد وهذا إذا كانت داعية إلى الله عز وجل وطالب العلم يجهل مثل هذه المعاني وهذا التفريق فقل لي بربك من الذي يرشد الناس ووجه الناس إذا كان من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل ولا يفرق بين الموالاة والتولي فيأتي إلى قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم ثم يحكم على مثلا شريحة كبيرة من المسلمين بأنهم والعياذ بالله خرجوا من الإسلام مثلا ولذلك معرفة معنى الموالاة ومعنى التولي هذه من المسائل التي في مرتبة الضرورة لأنه قد يراد بهذه الأشياء مطلق الحقيق وقد يراد بها المسماها المطلق وليس حقيقتها المطلق أو مطلق الحقيق ولذلك يعني لأب العباس بن تيمي رحمة الله لكلام جميل وهو يتحدث في معرفة حد الأسماء التي علق الله تعالى بها الأحكام شوف هذه القاعدة المهمة يقول منها ما يعرف حده ومسماه في الشراء فقد بيّنه الله ورسوله مثل الصلاة الزكاة الكفر النفاق ومنها ما يعرف حده باللغة مثل الشمس والقمر والسماء والأرض ومنهما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنزل والنزل ومنهما 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 التي لم يحدها الشارع بحد أو يحدها الشارع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع جميع اللغة وأيضا كان يقول لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتتولد فساد عريض هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمي رحمة الله عليه ولذلك يعظم قدر الداعية ويشرف بقدر إحاطته بهذه القواعد الشرعية والضوابط المرعية والاهتمام بكلام أهل العلم خاصة المتقدمين وأيضا المتأخرين الذين على مثل هذا المنهاج ومن أكبر الخطأ أن يكون الداعية بعيد عن مثل هذه القواعد والضوابط لأنه بالمجزوم المحقق أنه سيظل ويظل سيظل في نفسه ويظل ويظل غيره ولذلك مثلا عندنا مسألة مثلا الفصل الذي عقده أبو عبد الله شمس الدين أبي محمد بن القيم رحمة الله عليه الزرع الدمشقي عقد فصل في كتاب إعلام الموقعين في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعواد وأن بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد هذا خلاصة هذه القاعد ولذلك قال هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة والتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسألة لاحظ هنا كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وعلى سلم أتم دلالة وأصدقها وهي نوره الذي به أبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدى المهتدون وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوية العالم وهي العصمة للناس وقوام العالم وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزول فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخر الكلام هذا يراجعه طالب العلم في إعلام الموقع والمقصود بأن من المهم أن يكون لدى طالب العلم الذي هو الداعي إلى الله ابتداء وهو الداعي لأن الدعاة هم العلماء أن يكون لديه علم شرعي والعناية بقواعد الدين وقواعد العلم في مرتبة الأهمية والضرورة يعني أعتقد في المجلس السابق ضربت لكم مثال في قواعد العقيدة العقيدة قواعد العقيدة قواعد ولذلك من المهم جدا أن يهتم الإنسان أو يهتم طالب العلم الداعي الله عز وجل بكتب العقيد وكتب العقيدة على نوعين كتب العقيدة التي اهتمت بمسائل جميع مسائل العقيدة جميع مسائل العقيدة مثل كتب شيخ الإسلام من تيمي رحمة الله عليه يعني مثلا الواسطية والحموية وغير ذلك اعتنت بمسائل العقيدة عامة مثل مثل لمعة الاعتقاد من أفضل الكتب ويعني أجملها ومرتبة كذلك اهتمت بجميع مسائل العقيدة فمن المهم لطالب العلم أن يكون له عناية بهذه الكتب لأنه تمثل قواعد قواعد يعني مثلا بالاستقرار أن أنواع التوحيد ثلاثة هذا بالاستقرار تعرفون بأن العلم يسهلون العلم للناس قديما ما كان الناس بحاجة إلى أن يعني ينشئوا هذه القاعدة مثلا أن أنواع التوحيد ثلاثة متى جاء هذه القاعدة متى جاءت لما ظل الناس في باب العقيدة وأصبح لديهم خلط فلم يعرف ما كان عليه المشركون من الاعتقاد بل إن بعضهم وقع في أشد مما وقع به أهل الإشراك فكان يفسرون لا إله إلا الله لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله وهذا حقيقي يفهمه المشركون يفهمون بأن هم عفوا يعتقدون بأن لا خالق ولا رب ولا رازق إلا الله لكن انتفضوا لما قال لهم النبي عليه الصلاة وصلوا لا إله إلا الله لأنهم فهموا أن لا إله إلا الله ليست فقط هي اعتقاد بأن الرب الخالق الرازق هو الله لا وإنما لا إله يعني لا معبود حق إلا الله عز وجل فاحتاج العلماء لما حصل الضلال وأيضا في باب الصفات لما دخل التأويل في الأسماء والصفات إلى استقراء نصوص القرآن والسنة والخلوص إلى هذا الترتيب وهذا التقسيم لمثلا أنواع التوحيد هذه قاعدة عظيمة في الصفات مثلا أسماء والصفات قاعدة في الأسماء والصفات أيضا في توحيد العبادة مثلا أفضل من يعني صنى في هذا هم أئمة الدعوة في توحيد العبادة كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات والمسائل الأربع وغيرها هذه كل من أفضل الكتب التي تكلمت فيما يتعلق بتوحيد العبادة لابد لطالب الأمن يكون عنده اهتمام الآن لو لو قرأت الآن الدهر كله ولم تضبط القواعد علم العقيدة سيضيع عليك الزمان والوقت لابد من قواعد تعرف الفرق تعرف أن الشرك على نوعين أكبر وأصغر الكفر على نوعين أكبر وأصغر النفاق على نوعين الظلم على نوعين تعرف المصطلحات تعرف أنواع التوحيد تعرف قواعد في الأسماء والصفات تعرف قواعد في توحيد العبادة توحيد العبادة مهم أن العبادة لا تكون إلا لله وكل من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك أو كفر ألا يجعل يجعل العبد بينه وبين الله وصائط من حيث الدعاء والاستغاثة وغير ذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل مثلا علم المصطلح علم الحديث الحديث فن يدور ما بين الرواية والدراية الرواية والدراية لابد أن يكون لديك حصيلة جيدة في مسألة الرواية بأن تعرف مثلا أصح الكتب هذه قاعدة أصح كتاب بعد كتاب الله صعي الإمام البخاري وهذا يكون محل اتفاق عند أهل الإسلام على أن أصح كتاب بعد كتاب الله صعي الإمام البخاري الذي شام في جبين الزمان هذا الكتاب العظيم الذي يشير إلى أن الإمام البخاري يتفجر علم سبحان الله وقد طوف الآفاق والبلاد وذهب إلى أقصى الأقاصي من الأرض وحصل وجمع وبرز في هذا وشهد له العلماء بأنه مقدم في هذا الفن في هذا الباب هذه قاعدة معرفة الحديث الصحيح مثلا تعريف الحديث الصحيح قاعدة تعريف الحديث الضعيف الموضوع أيضا عندك مسألة التفسير مهم التفسير طبعا كمنهجية قد لا تحتاج إلى مشايخ وعلماء بقدر ما تحتاج إلى أنك تسرك منهجية معينة في التفسير لماذا؟ لأن العلماء خدموا يعني تفسير القرآن خدمة ما أعتقد أنه يعني يعني يحتاج فيها طالب العلم إلى مشايخ مثلا تبدأ أول ما تبدأ بتفسير كلمات القرآن تبدأ بكلمات القرآن وهذا يعتقد ما يتستارق منك وقت طويل بحيث يكون لديك حصيلة معرفية وعلمية بتفسير معاني كلمات القرآن لأن التفاسير الموجودة لمعاني كلمات القرآن في الواقع هي اختارت أو اختار أصحاب هذا المنهج الكلمات التي تحتاج إلى تفسير ليس كل كلمة في القرآن وإنما الكلمات التي قد يكون فيها غموم بالنسبة لطالب العلم أو بالنسبة لمبتدي ثم بعد ذلك تبدأ بتفسير بسيط لا يعني يتطرق إلى مسألة الخلاف أو الأوجه مثلا أو القراءات والعلماء يشيرون إلى تفسير الجلالين مع طبعا التحفظ على ما فيه من تأويل لجلال الدين المحلي ولجلال الدين الصيوطي فيصير لك العناية الآن ولله الحمد خدم تفسيره ميسر الصادر من مجمع الملك فهد لطباعة المصحب الشريف هذا حقيقة من أفضل التفاسير أيضاً وهناك تفاسير ميسرة قام بها جمع من أهل العلم منهم من اختصر مثلاً تفسير الحافظ ابن كثير سهله وبسطه ويسر يعني أتى بالقول الراجح أو الوجه الراجح من أوجه التفسير بمعنى يكون لك قراءة خاصة إذا ضبطت التفسير إذا ضبطت التفسير بهذه الطريقة لا تحتاج في واقع الأمر إلى يعني أن تطلبه مثلاً في مجالس العلم لأن من الأمور التي يتميز بها تتميز بها المنهجية في التفسير هي هذه الطريقة عندك مثلاً ما يتعلق بالفقه الفقه الآن ذكرتنا كيف أن العلماء حثوا على الفقه الفقه واعد عندك مثلاً ما يتعلق ذكرتنا قبل قليل مسائل يعني تقسيمات مثلاً أقسام المياه أقسام مثلاً شروط نواقض الوضو وشروط الصلاة واجبات الصلاة أركان الصلاة هذه مهم في خدمة يعني عظيمة جداً المكتب الإسلامي مليئة بمثل هذا بحيث أنهم يجعلوا رتبوا مسائل الفقه لكن أهم شيء يكون عنده قواعد قواعد يعني هذا لا يمكن أن تحصله إلا بفن القواعد الفقهية قواعد الفقهية هناك خمس قواعد كبرى كلية متفق عليها الأمور بمقاصدها المشقة تجربة تيسير اليقين لا يزول بالشكل لا ضرر ولا ضرار والعادة محكم هناك قواعد مختلفية حتى بين أصحاب المذهب الواحد وفي قواعد كلية وفي قواعد فروعية أنت إذا ضبطت قواعد الفقه تستطيع أنت تنشئ قاعدة أو ضابط أو كلية وهناك دورات أقبناها في هذا الأمر في القواعد الفقهية وضاوط الفقهية وآخر دورة في هذا السياق في هذا السياق هي كليات الفقهية أعتقد من حضر ويتابعنا الآن حضر هذه الدورة من طلابنا هذه تضبط لك الفقه تضبط لك الفقه من أهم أيضا المسائل التي ينبغي لداعية طالب العلم أن يكون لها نصيب من فقه السياسة الشرعية فقه السياسة الشرعية وأعتقد بأن فقه السياسة الشرعية في وقتنا معرفته في مرتبة الضرورة والأهمية وذلك لأننا أمام عالم أصبح الفضاء فيه مفتوح وأصبح الناس يتلقون يعني ثقافة الناس الآن أصبح أو أصبح الناس يستقون المعلومات من طريق هذه المنصات العلامية وقد يكون هناك منصات مغرضة تلوث النفوس الزكية والعقول النقية بمثلا بعض الأمور فمن المهم جدا أن يكون لدى طالب العلم عناية خاصة الدائي بمسائل السياسة الشرعية فمثلا من القواعد المهمة في هذا الباب أن يعلم بأن الحدود مناطة بولاة الأمور وليس بأفراد الناس وعامته هذه قاعدة يحفظها الحدود مناطة بولاة الأمور يعني ليس لأفراد الناس ولا لأحادهم أن يتولوا إقامة الحدود هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع والدين أيضا وجوب طاعة أولاة الأمور في غير معصية الله هذا أصل من أصل أهل السنة والجماعة موجود في السياسة الشرعية المسألة الأخرى مثلا لما نقرأ مثلا في السياسة الشرعية لشيخ الإسلامي بن تيمي نجد بأنه يبين بأن ما هو من اختصاصات ولاة الأمور لا يجوز لبقية الناس مثلا مزاحمتهم في هذا مزاحمتهم في هذا هذا من اختصاصاته ولذلك لولي الأمر ما يتعلق بقضية التعزيرات مثل ما قال عمر بن عبد العزيز يعني تكون العقوبات على قدر الجرائم يعني كلما عظمت الجريمة أو انتشرت لولي الأمر الحق أن يعزر على قدر هذه الجريمة حتى يحسم شرها هذا ليس لأحد الناس هذا لولاة الأمر ولذلك ما يسمى بنظام العقوبات أو بباب التعزيرات هذا كله راجع لولاة الأمر بمعنى يجب على الناس أن يطيعوهم لماذا لأن هذا ليس فيه معصي لله عز وجل ما يتعلق بالعلاقات الدولية والاتفاقيات والصلح هذا ليس لأحد الناس ولا لأفراده هذا لولي الأمر ومن الجميل جدا القراءة في السياسة الشرعية لابن العباس بن تيمي رحمة الله هذا مهم جدا لطالب العلم وكذلك ما كتبه الفوائد والمسائل التي يذكرها شمس الدين بن القيم رحمة الله خاصة في كتابه زاد المعاد هذا الكتاب العظيم الذي يعني ينبغي أن يتأبطه طالب العلم وأن لا يغفل عنه فلأبي عبد الله بن القيم رحمة الله لوقفات وإشراقات عظيمة جدا ما تجدها عند غيره فمثلا يعني في صلح الحديبية صلح الحديبية من الضروري جدا لطالب العلم بل أنا دائما أقول حتى لعوام الناس لأننا نحن في فضاء مفتوح الآن يعني الحدود الجغرافية يعني قصد الإعلامية ما فيه الآن ما فيه حدود جغرافية بالنسبة للإعلام يعني ممكن تغزى وأنت في بيتك في غرفتك مع هذا المحمول ربما تستهدف بمعلومات مغلوطة قد كثير من الناس تشربوا منهج الخوارج بسبب تسليمهم لمثل هذا الاستهداف لعقولهم أصبحوا يكفرون ويدعون إلى الخروج وإلى الثورات والاعتصامات سبب هذا الخلل لأنه سمحوا لغيرهم أن يغزع قائده فمثلا بن القيم في صلح الحديبية أنا أدعو كل طالب العلم كل داعية بل كل عامي حتى العوام لأن كلام مفهوم يقرأ في الفوائد والحكم والأسرار والمسائل التي في مسألة صلح الحديبية لماذا؟ لأن من الناس من تقوده العاطفة والعواطف عواصف إذا لم تضبط بالعلم العواطف عواصف إذا لم تضبط بالعلم الشرعي وهنا تأتي أهمية معرفة فقه السياسة الشرعية ابن القيم له كتاب اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية كذلك من الكتب الطيبة والعظيمة القرافي ضرب بسهم في هذا الشاطبي له قواعد كثيرة في هذا الباب يذكرها ضمن قواعد المصالح والمفاسد والمقاصد والوسائل هناك حقيقة إسهامات كثيرة حتى هناك رسائل أكاديمية معاصرة ممكن لطالب العلم أن يطلع أن يطلع عليها طبعا العلوم المساعدة أيضا من المهم جدا لطالب العلم أن يكون له عناية بالعلوم المساعدة لأن هذه العلوم هي في واقع الأمر تخدم العلوم الأصلي تخدم العلوم الأصلي يعني مثلا يكون عند طالب العلم نصيب أيضا من علم النحو والإعراض لأن من العي أن يتصدى طالب العلم أو الداعي إلى الله عز وجل يتصدى لمسألة يعني التوجيه وكذا وهو لا يحسن شيء من علم النحو مثلا لا يحسن شيء من علم النحو ولذلك لا بد أن يكون لطالب العلم عناية في هذا حتى قال بعض العلماء وقد جعلوا من العلوم المساندة بل من العلوم الهامة ما يتعلق بقضية الإعراب حتى لا يقع الداعية أو طالب العلم في اللحن وحتى يفهم يعني مراد الشارع الحكيم يفهمه فهما صحيحا وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلوم التي تلزم صاحب الحديث معرفته للإعراب لألا يلحن لألا يلحن وليورد الحديث على الصحة ولذلك يشين بالداعية إلى الله ويقبح به أن يلحن مثلا في الحديث أو يلحن في النصوص يقول عبد الملك بن مروان اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدري في الوجه وابن شبر له كلام جميل يقول إذا سرك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيرا أو يصغر في عينك من كان فيها كبيرا فتعلم العربية تعلم العربية ولذلك من المهم جدا الاهتمام بهذا اللون من العلوم طبعا أحيانا لماذا أنا أركز على قضية ضبط العلوم بقواعدها وضوابطها وحدودها لأن أحيانا قد يستدل طالب العلم بحديث لكنه يخطئ في توجيهه يخطئ في توجيه أو ينزله في غير ما أراد الشارع تنزيله وأعتقد أن إذا أضربت لكم مثال فيما سبق فيما يتعلق برجل الذي صاحب الشجة احتلم فسأل من حوله فقال ما نرى إلا أن تغتسل فاغتسل فمات فالنبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوا قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال يعني رجل الآن أصل الجواب صحيح لكن الفتوى خطأ الجواب صحيح عندنا مسألة من موجبات الغسل خروج المني سواء بجماع أو باحتلام أو عفوا الجماع طبعا يعني حتى لو لم ينزل المني لكن هذا من موجبات الغسل إذن هم بالنسبة لأصل الجواب صحيح لكن الحالة خطأ يعني الحالة ما تنزل عليها هذا الحكم لماذا لأن هذا سيترتب عليها ضرر طيب بالنسبة للأعرابي اللي بالف المسجد لما هم بها الصحابة يعني همهم صحيح وإنكارهم صحيح لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم أن يوازنوا بين المفاسد في مفسد كبرى ومفسد صغرى مفسد كبرى ومفسد صغرى مثلا الإمام مالك رحمة الله كان يلزم العوام بأن يغسروا في الوضوع ثلاثا مع أنه يرى بأن الغسل الواحد هي الواجبة لكن لاحظ فقهاء المذهب ماذا قالوا قالوا يحتاط للعوام لأن أصرا العوام يقصرون في الغسل الواحد يقصر في الغسل الواحد أصرا لو قلت له مرة واحدة هو أصرا مقصر فأراد أن يحتاط هذا من الفقه هذا من الفقه ابن عباس رضي الله عنه يروى عنه بأن رجل أتاه يسأله هل للقاتل من توبة نحن نعتقد ماذا أن للقاتل توبة إذا تاب القاتل إلى الله عز وجل تاب الله عليه حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفس وعندنا قاعدة إذا تاب العبد من أي ذب حتى الشرك إذا تاب منه تاب الله عليه الشرك اللي أعظم منه القتل إذا تاب العبد منه تاب الله عليه فيذكرون بأن ابن عباس قال له لا ليس للقاتل توبة فلما انصرف تلفت أصحابه ونظروا يعني عرف بأنهم استغربوا فقال رأيت القتل في عيني يعني هو جاي هو عازم على القتل فيريد فتوى يقتل ثم يتوب هذا الفقه هذا الفقه لذلك يعني عند المفتين الذين يعني رزقهم الله عز وجل هذا الحس من الفقه ها ويعرفون ويحتاطون للناس عندنا قاعدة عظيمة اسمها قاعدة سد الذراع هذا يستطيع العالم المتمكن يستعملها أو يفتح الذراع أيضا كما أن قاعدة سد الذراع من أعظم قواعد الشريعة كذلك فتح الذراع من أعظم قواعد الشريعة بل هي أخطر قاعدة من القواعد وهذه لا يتقنها إلا خواص أهل العلم إلا النابه من طلبة العلم الذي لدي حصيلة علمية واسعة ويمتلق قواعد قواعد فقه الدين عموما فقه دين الإسلام عموما هو الذي يستطيع أن ينزل هذا العجل هذا أحيانا يأتيك مثلا اثنين يسألونك سؤال واحد قد ترى بأن هذا يحتاج إلى جواب يختلف عن هذا هذا يحتاج إلى جواب يختلف عن هذا مثل ما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم فرخص له وسألوا آخر عن القبلة للصائم فلم يرخص له ما رخص له لم يرخص له قال الراوي فنظرنا فإذا الأول شيخ يعني شايب كبير وإذا الثاني شاب الثاني شباب فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الشاب ورخص له الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام يسأله رجل عن أفضل العمل فيقول أفضل العمل الصلاة على وقته يسأله آخر فيقول أفضل العمل فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أفضل العمل الجهاد في سبيل يسأله ثالث فيقول بر الوالد وهكذا هل هذا التناقض؟ أبداً هذا اجتهاد في الحالة اجتهاد في الحالة ولذلك من الخطأ أن الإنسان يصبغ الداعية أو طالب العلم ولا أعتقد بأن فعلاً من تأهل يكون عنده هذا النوع من التعامل أن يصبغ المستفتين أو الحضور أيضاً بصبغة واحدة في الحكم أو في الخطاب شوف الآن بعض الخطبة يتميز طالب العلم اللي فعلاً امتلك هذه القواعد يتميز عن غيره من حيث خطابة للمصلين فتجد يعطي كل الذي حق حقه وكل الذي قدر قدرة فلا يحلق بالعبارة بحيث أنه يستخدم النوع العبارات الأكاديمية عبارات العلماء ولا ينزل إلى مستوى العوام وإنما يعتقد بأن لأمامه يحتاجون إلى هذا التنوع في الخطاب هذا فق عظيم فق عظيم هذا ما ما يصل إليه إلا من فعلاً أشرب القواعد قواعد الدين عموماً أيضاً قضية تقدير المواقف ومعرفة الزمان مهم جداً مهم جداً يعني قضية الآن طريقة أهل العلم أن الناس إذا مثلاً غلب عليهم جانب التفريط أكثر عليهم من نصوص الوعيد مع عملية توازن لكن أكثر إذا غلب عليهم جانب الإفراط أكثر عليهم في مسألة نصوص الوعد مع عملية توازن مثل شخص جايك الآن يقولك والله تشعر بأنه قد وصل إلى مرحلة من القنط ومن اليأس ها هل ماذا تذكره تذكره مثلاً بإيش بنصوص الوعيد ولا بنصوص الرجاء نصوص الرجاء شخص متهتك متهتك عربيد سكير موغل والعياذ بالله في المعاصي والذنوب ولما تجي تنصح تقول لي يا أخي من قال لا إله هل الله دخل الجنة ما يصرح هنا يأتي الفقه هنا يأتي الفقه بحيث تتعامل مع هذا من خلال استعمال نصوص الوعيد وهذا يحتاج أن ترد إلى الطريق المستقيم والصراط القويم والآخر أيضاً تتجه إليه بنصوص الوعد لأنه أصبح على حافة على شفى يعني سقوط فترده إلى الطريق الصحيح إذا معرفة القواعد في مرتبة الضرورة وهذه حقيقة إذا وصل إليها الداعية إلى الله الذي هو طالب العلم أصبح الدعوة ناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى وذلك تشوف الآن على مرة الزمان والوقت تجد في دعاة إلى الله عز وجل أو طلبة علم يعني كان لهم حضور في وقت من وقت ثم انقطعوا لماذا؟ هذا النوع فهم هذا النوع وهذا الأسلوب من أساليب التعامل مع العلم الشرعي من خلال فهم القواعد فهم القواعد الشرعية يعني بعض الناس يقوله كان هذا اللي عندي وهذا غلط اللي والله يقوله أنا هذا اللي عندي هذا اللي عندي هذا ليستحق أن يتصدى ويتصدر تصدر لماذا؟ لأنه قد يضل الناس يعني بعض الناس يقول كان هذا اللي عندي غير صحيح هذا اللي عندك وعندك غير أيضا في قضية فهم أحوال الناس فهم أحوال الناس يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للراوي ما رأيته غضبه في موعظه غضبه على معاذ لما أطال بالناس لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل تتفطر قدمه تفطر قدمه من طول القيام أحيانا صلي فيطيل شوف لاحظة عملية توازن عملية توازن واعتدال أكون بهذا يعني قد وضعت خطوات وعلامات وأشياء حول هذه المسألة التي من أهم المسائل بالنسبة لطالب العلم أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك لنا ولكم أسألوا جل وعلا أن نرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما الآن أجيب على الأسئلة المرسلة إليه سؤال بخصوص الميرات تقول زوجي قام ببناء شقة فوق منزل أبيه وبعد فترة أخذ أبوه الشقة سجلها باسمه باسم أبو زوجي ولما زوجي اعترض قال أنت وما تملك لأبيك زوجي غير راضي تحدث مع أبيه عدة مرات ولكن دون نتيجة سكت ومرت الأيام والأب توفي والآن سوف يتم توزيع الميراث فهل حق لزوجي أن يسترجع شقةه ويطالب أخوته بحقي في هذه الشقة مع العلم أنه عندما فاتحهم في الموضوع قالوا أنهم هم أيضا قاموا بصيانة المنزل ودفعوا فيه مبالغ مالية ويوجد اعتراض واستنكار لمطالبته بحقي مع أنهم جميعا يعلمون أنه تم بناء الشقة بمال زوجي علما أن المعاملة المادية بين زوجي فيها من الاختلاط بدون وضع حدود معنى أن زوجي يعطي والد أو أخوه مبلغ ولا يرجعونه مثلا فتح لأبيه محل مواد غذائية وتم التصرف فيه من قبل والوالد وزوجي غير معارض هو راضي بيعطيه مبالغ لا يطلب إرجاعه بقصد أنهم يد واحد يعني لكن في آخر فترة عندما طلب من أبيه مبلغ مالي احتسبه الوالد عليه دين والورثة الآن يطالبون بالدين لكن لا يعترفونه أو يهتمون لأمري الشقة فما الحكم؟ نعم طيب تقول آسفة على الإطالة نعم أطلتي في وصف السؤال أو وصف الحالة عفوا والله يا أختي الفاضل أشوفي مثل هذه قضية يعني الحل فيها أحد أمري إما اللجوع إلى القضاء المحكمة وأعتقد بأنه واضح من كلامك أنهم لا يريدون هذا الشيء أو الجلوس والتخارج في مثل هذه المسألة بحيث أن يكون هناك صلح بين الإخوة ويتخارجون في مسألة الميراث وطيب لو أدخلوا أحد طلبة العلم مثلا من المتمكنين خاصة في مسألة المواريث وفي مسألة مثل مسائل هذه بحيث لا يضيع بين يعني عاطفة هذا وعاطفة ذاك وإنما ينظر ويدرس القضية حتى لو يعني أخذت وقت طويل ويعطيهم الحل والجواب فيها طبعا النجوء إلى المحكمة ليس سعيب بعض الناس طبعا يتحسس من المحكمة ولكيف أخوان هو القاضي أصلا ما أوضع إلا الفصل في مثل هذه القضايا وبعض الصحابة رفع دعوة على أبيه مثلا هذا ليس له علاقة لكن بعض الناس يتحسسون من هذا عموما أحد أمري لأن الآن أنا ما استطيع أقول لك الجواب الجواب يحتاج إلى سؤال الأطراف كلها لكن أوصي زوجك بأن يحرص على رأس المال اللي هو الرحم والإخوة هؤلاء هم رأس المال والمسألة هذه حلونا حتى لو وضع من حقه وتنازل أسامح الله عز وجل بعوض الخير في الدنيا والآخرة يقول أنا أحب الله أريد أن أعرف كيف يحبني الله عز وجل أخي الفاضل أنت مطالب بأن تسلك المسالك الشرعية في الوصول إلى محبة الله عز وجل والله عز وجل وعد بأن من أحبه وأطاعه واتبع السبيل الذي وضعه لعباده أحبه الله عز وجل أحبه الله عز وجل ولذلك ستجد هذا في الآخرة حينما يدخلك الله عز وجل الجنة لكن هناك علامات على محبة الله أولها طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طبعا محبة الله المحبة الشرعية طبعا نقصد يعني علامات أن الله يحبك إذا أطعت نبيه صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والاستسلام له هذا دليل هذا يقود إلى محبة الله عز وجل والوقوف عند حدود الله وعدم انتهاك هذا كله يعني يجعلك من أحباب الله سبحانه وتعالى حكم من أخرج زكاته على حساب السنة الميلادية جاهلا حكم من يخرج زكاته أثاثا أو ملابس على حسب حال المحتاج أولا طبعا بالنسبة للزكاة تخرج بالحساب القمري يعني الآن نسمونه الهجر القمري القمري لكن بعض فيه شركات عملاقة كبيرة حساباتهم بالميلاد ولذلك العلماء المعاصرين حصة المجامع الفقهية جعلوا لهم يعني زيادة 11 يوما يحسبون هذه ويضيفونها إلى إلى الزكاة فإذا كنت يعني كان الحساب عندك دقيق جدا فأضف هذه الأيام يعني بالنسبة لموضوع وقت الزكاة أما إذا كان حساباتك ليست دقيقة فهذا ما يضر بإذن الله جل وعلا ولو احتطت وزدت شيئا قليلا فهذا أفضل قضية أنك تخرج الزكاة أثاثا أو ملابس في قول جماهير أهل العلم أن هذا لا يجوز جماهير أهل العلم على أن المزكي يخرج من جنسي من جنسي الصنف المزك حتى عرض التجارة قالوا يخرجها أموال تقيم على أنها أموال تقيم على أنها أموال بارك الله فيه عموما ما مضى مضى يوجد من الفقه من يذهب إلى أن يجوز إخراج زكاة المال عينا إذا وجدت الحاج هذا قول لبعض الفقه لكن الصواب قول جماهير أهل العلم أنك ما تخرجها عينا وإنما تخرجها نقدا بارك الله فيك سؤال حكم من تيمم لرفع الجنابة لعدم تمكنه من الغسل وباستطاعته الوضوء لما يستقبل من الصلوات هل له أن يتوضأ أم يتيمم حتى يغتسل الجواب يتيمم لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر ولذلك قال تعالى فلم تجد ماء فتيمم فينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية بمعنى يتيمم ولا يتوضأ بعض الفقه يذهب إلى أن الميسور لا يسقط الميسور لكن هذا ليس محله الوضوء هذا لا يأتي مثل هذا الحالة ولذلك من عجز عن الماء عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء ينتقل إلى التيم فإذا وجد ماء قليلا يكفي في الوضوء فإنه لا يتوضأ به وإنما ينتقل إلى الطهارة الترابية ما معنى الاحتساب في الأعمال الصالحة وكيف الإنسان يحتسر في الدعوة إلى الله الاحتساب في الأعمال الصالحة المقصود إخلاص النية مع استعمال الطرق الصحيحة الشرعية يعني يعني تحتسب بأن يكون عملك هذا لله وأيضا تصبر على ذلك تصبر على ذلك فيكون عملك لله متابع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتصبر على ذلك واحتساب الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل هو أن تكون دعوة خالصة لله لا يدعو إلا لله وكذلك يصبر على أذية المدعوين إذا قابلوه مثلا بصدوا دعوته أو آذوه أو تكلموا في عرضه مثلا وأيضا يبذل جهده وماله في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفق المنهج الشرع تقدم لي عريس وعرفت أن عنده زيادة كهرباء بالمخ ماذا أفعل أخت الفاضلة يعني يختلف بالنسبة لزيادة الكهرباء في المخ من شخص إلى آخر فمن الأشخاص من تكون زيادة الكهرباء في المخ مؤثرة على الحياة الزوجية بحيث تمنع كمال الاستمتاع والاستمتاع مثلا بين الزوجين وهناك من الناس من زيادة الشحونات الكهربائية في الدماغ عنده يسيرة يعني يسيطر على نفسه فيختلف عموما أنت عرفت الأمر هذا عند المتقدم الآن الأمر بيدك الأمر بيدك أنت تقبلين أو ترفضين نحن نتكلم على فيما لو إذا المرأة اكتشفت بعد الدخول أن زوجها عنده الشحونات كهربائية في الدماغ أو زيادة هنا هل لها الحق في هذا من العيوب التي يفسخ العقد بها يختلف إذا كان فعلا يمنع الاستمتاع وكمال الاستمتاع نعم هذا من العيوب أما إذا كان لا يمنع حيث يتعرض الزوج لبعض النوبات مثلا لكن يسير جدا وبقية حياة طبيعية هذا يعني ليس للمرأة الحق في فسخ النكاة هذا بعد أنت الآن تقولين تقدم لكي استخير الله وشاوري واسألي أهل الاختصاص من الأطباء ولا تستعجلين ولا تستعجلين ممكن تبحثين في مثلا المواقع الطبية مثلا ممكن تصلين إلى نتيجة ما الأمور التي تعين على الاستمرار في طلب العلم وعدب الانقطاع العشق عشق الكتب عشق العلم هذا هو طبعا بعد إخلاص النية وراغبة في الخير وكذا أن فعلا يكون لك عشق للكتب وللعلم وللدروس بحيث يكون شغلك الشاغل وقلقك الساهر وهمك المستمر في السيارة كتاب في البيت كتاب في المكتب كتاب تطرع مع زملائك فسحة والكتاب معك تجلس على المائدة وتراجع هذا هو هذا هو أما العلم ما يؤتها براحة الجسد ولا العلم يحتاج إلى جهاد يحتاج إلى يعني أن يكون تكون الهمة كلها وأغلبها مصروفة إلى العلم سبحان الله العظيم ما عشق إنسان العلم إلا أشرب محبته وأصبح سبحان الله العظيم العلم يعني يصبح إذا عشقه الإنسان تتولد عنده مثل هذه القواعد اللي ذكرناها قبل أقل ويسهل عليه لأن يصير عند طالب العلم نضوج الإنسان في البداية أي بداية متعبة أي بداية دائما متعبة ولذلك قال الأول من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة فأي بداية متعبة بعدين سبحان الله لما فعلا تعشق العلم وتعشق الدروس وتعشق الكتب ويصير لك يعني ارتباط وثيق مع مرور الوقت يسهل عليك العلم ويلين بيدك كما ألان الله الحديد بيد داود أبدا ثق ثق خاصة إذا كان عندك علم تجي للمطولات تفهم هذه العلوم وتعرف القواعد وتعرف المسائل ولا يعزب عنك شيء من مما يذكره العلماء مثل هذه القواعد ما نصيحتكم لمن يصعب عليه قيام القيام قيام الليل يجاهد نفسه يعني يصلي أول الليل مثلا يجتهد ويزيد ينام مبكر مثلا لا يأكل متأخر يدعو الله يتضرع إليه بأن يعين على قيام الليل أبو خالد يقول هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه يا خبيث يا فاجر يا وقح بسبب أمر الدنيوي الجواب لا ما يجوز حرام يقول الله عز وجل ولا تلمز أنفسكم ولا تنابز بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوف أولئكم الظالمون هذا ظالم إذا ما تاب إلى الله عز وجل كيف يقول لأخيه المسلم يا خبيث أو يا فاجر أو يا وقح لا والمصيب على الأمر الدنيوي ولذلك هذه في الشريعة في المحاكم الشرعية فيها تعزير يعزر من يقول مثل هذا الكلام فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي قال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول قل جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيب ما يلفظ من قول إلا لديها رقيب عتيد ولذلك على أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يطلب الحل يتحلل من هذا لأن هذه مظلمة صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال المفلس من أمة من يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا يوم القيامة يوم القيامة كما في الحديث ليس هناك دراهم ولا درهم إنما حسنات أو سيئات فتؤخذ من حسناته هذا الذي يشتم وقح عفوا هذا الذي يشتم يقول يا فاجر يا وقح يا خبيث هذه سيئات ولكن يؤخذ من حسناته فيعطى لهذا المظلوم فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئات فإذا كان الإنسان يقول هذا لأكثر من شخص سيئتي مفلسة وما القيامة نسأل الله العافية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يتحللوا اليوم قبل أن ينتقلوا إلى الدار الآخر لأنه ليس ثم هناك إلا حسنات أو سيئات ما في دراهم ولا دنان ما في افتداء بالذهب والفضة ما فيه ما يفتد الإنسان بهذا حسنات أو سيئات أبو خارد أيضا يسأل يقول يا ما حكم من يحلف زورا على قطعة أرض أنها له وهل تكفي الكفار عن هذا الإدعاء الكاذب لا ما تكفي هذه يمين غموس تعرف بأن اليمين على ثلاثة أقسام يمين اللغو هي قول الرجل لا والله وبلا والله مثل ما قالت عائشة هذه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم اليمين المنعقدة هي الأمر هي الحلف على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا هذه فيها الكفارة إذا حنث إذا حنث يعني فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله اليمين الثالثة هي الغموس وهي اليمين الفاجرة سماها الفاجرة اليمين الصبر هذه التي يقسم فيها الإنسان مثل هذا سؤال أبو خالد على قطعة على حق لمسلم يقسم بالله العظيم أنها له وهي ليست له فهذه لا يكفرها لا صيام ولا يعني إطعام ولا شيء ما يكفرها إلا التوبة ومن شروط صحة التوبة في مثل هذه الحالة أن يرجع قطع الأرض لصاحبها ويتوب إلى الله ويستغفر الله يقول السال إذا كانت الدولة أمرت بصلاة الظهر جماعة في المسجد بدلا من الجمعة فأن نصلي الظهر في المسجد جماعة يوم الجمعة وما هي الأقوال في المسألة الأقوال كثيرة لكن الراجح لا بس وأنت غير مجبر يعني ما في إجبار يعني هي قالت من أراد أن يصلي الظهر يصلي فما في داعي التشغيب ما في داعي التشويش من أحب أن يصلي يذهب يصلي الظهر في المسجد يوم الجمعة ما دام أنه منعت الجمعة إلى الآن مثلا والمسألة مثل ما ذكرت فيها أقوال فلكن المصلحة تقتضي أن لا يشوش الناس بعضهم على بعض والإنسان لا يجبر بين قول الله إما تصلي وإلا كذا لا يصلي في بيته يصلي بأهل مثلا إذا اعتقد أو رأى أو رجح يعني ما يصلي مثلا ما حكم من يمنع الأخوات متعمدا من الإرث ويعطونهم مبلغ زهيل ويقولون أن البنات لا يستحقون شيء من الإرث هؤلاء فيهم جاهلية هؤلاء فيهم جاهلية لأن أهل الجاهلية كانوا لا يعطون البنات لا يورثون البنات ها فهؤلاء فيهم بعض جاهلية هم شوي يعطوهم ها يعني سكتونهم ها هذه جاهلية والعاذ بالله عليهم أن يتوبوا إلى الله هؤلاء ظلم هذول الذين لا يعطون البنات ولا يورثونهم وإنما يسكتونهم بمبلغ هؤلاء ظلمة سيحاسبهم الله وينتظرنا العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة لأن هذا بغي وظلم واعتداء الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثي يقول جل وعلا في الزوجة فإن كان له ولد فلها الثمن وإن لم يكن له ولد فلها الربع للأم أيضا ترث السدس ترث ثلث الباقي البنتين يريثان الثلثين البنت ترث النطس كل هذا في القرآن ولذلك هؤلاء لديهم جاهلية عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يبرعوا إلى الله من هذه الأعمال الجاهلية وأن يتقوا الله وأن يعلموا بأن الله يمهلهم ولكن لا يهملهم وأن العقوب معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة وأيما لحم نبت على سحة فالنار أولابه الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصرون سعيرا يقول هناك حساب لمشهور ينشر الفوائد في مجال الأسرة والتربية لكن أحيانا ينشر أشياء مقلة بالأدب قد تكون محرمة شرعا هل يمنع علينا أن ننشر حسابه لهذا السبب؟ أنا ما أعتقد يعني إنسان مثلا حساب ينشر فوائد وكذا قد يكون أخشى أن إعلانات ولا شيء سيء يعني هناك أحيانا بعض الحسابات ما يتحكم بالإعلانات لكن إذا قلت لي لا هو هو بنفسه لا ما يجوز أن يتابع لأنه ليس أمر ضروري ليس من الأمور الضرورية حتى ونقول الله الضرورات تبيح المحظورات لا ما يجوز أن يتابعه يجب أن يحذر منه لأن هذا يدس السن في العسل فهو ينشر فوائد لكن ينشر أشياء مقلة كما ذكر السائل والعهد عليك أيها السائل مقلة بالأدب ومحرمة أيضا تقول شرعا كيف يتابع مثل هذا؟ هذا لا يجوز متابعة هذا أشد من أصحاب الحسابات الفاجرة هذا صريح لكن هذا يلبسه لباس شرعي ويدعو الناس إلى متابعة هذا لا يجوز يزيد الرميح بارك الله فيك هل يجوز؟ يقول هل يجوز الطلاق بيد المرأة إذا اشترطت؟ الجواب لا ما يجوز إذا اشترطت المرأة في العقل بأن العصم بيدي أو الطلاق بيدها هذا لا يجوز لكن يجوز في حالة واحدة وهي إذا قالت للرجل اجعل الطلاق إلي فقال وكلتك أو جعلت الطلاق إليك فهنا يجوز لها أن تطلق نفسها طلقة واحدة بس لا تملك إلا طلقة واحدة هذا الذي نص عليها أهل العلم أبو عبد الله يقول بما توصي شيخنا من الكتب في دراسة الفقه المتدين أنا ذكرت قبل قليل عمدة الفقه ويأتدرج يعني ممكن بعد يقرأ فيه زاد المستقنع مثلا أو قبلها أخصر المختصرات وزاد المستقنع وهكذا أهم شيء لا يستعجل طالب العلم لأن عندنا نوعين من طلاب العلم من طلاب العلم ما لديه منهجية صحيحة بحيث أنه يتدرجون دائما المتون الفقهي التي وضعها الفقه هي كالقاعدة كالأساس للبناء للبناء فأنت تتقن المذهب أولا ثم تبني بعد ذلك تبني بعد ذلك ولذلك سماحة شيخنا رحمة الله عليه في سيرته حينما تحدث عن نفسه ومعروف عنه كان يدرس متون المذهب فلما أصبح حصل الأصلين وأصبح لديه اطلاع واسع في فقه الحديث أكثر عليه العلماء في أنه ينبغي له أن ينتقل فبدأ يدرس بلغ المرام ويدرس مثلا المنتقى للمجد مثلا وهكذا هكذا بدأ بهذه الطريقة فشوف لاحظ الآن شراح الحديث يختلفون على نوعين مثل حافظ بن حجر رحمة الله عليه لما كان فقيها شافعيا لديه حصيلة يعني فقهية بناها بناء صحيح وسليم لاحظ سبحان الله عظيم كيف شرحه في فتح الباري والمسائل الأجيبة اللي يطرحه وكيف الترجيح أيضا بين الأقوال بن رجب رحمة الله عليه آية من الآيات في شرح البخاري لماذا؟ لأنه أتقن المذهب ذلك يعتبر من من أقوى فقهاء الحنابلة في في إتقان المذهب وهكذا حتى في المذهب الحنفي والمالكي تجد الذين التصدوا لشرح الأحاديث يختلفون اللي عندهم منهجية صحيحة سابقة يختلفون عن الذي ليس لديه هذا الحس أو هذا المنهج عفوا في فرق واضح تشم رائحة الفقه والعلم عند هذا بخلاف ذاك الذي قد يجمد على الظاهر أبو عبد الله يقول إذا نسع الإمام قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة السرية فهذا يشرع له سجود السهو بالمصلين الجواب لا وهذه قاعدة لاحظ قبل قليل عندنا قاعدة في أبواب الصلاة وهي طبعا راجحة يعني إذا راجحة في قول أن من تعمد ترك السنة في الصلاة لا يستدرسه شوف لاحظ الآن أنا أنشأت قاعدة أو ضابط أنا أنشأت خلاص الآن عندي ترك السنة لا تجبر بيستدرسه فرحت أنا وقلت ماذا من تعمد لاحظ سؤالك أي شابو عبد الله من نسي أيهما أعظم من نسي ولا من تعمد من تعمد ترك سنة من سنة من الصلاة لا يجب عليه سجول السهو لكن لاحظ من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة بطلة صلاة طيب الركن من باب أولى الواجب إذا تعمد بطلة الصلاة كيف بالركن من نسي واجب من واجبات الصلاة وقد فات وقته يجبر بسجتي السهو من نسي يركم من أركان الصلاة لا يجبره سجود السهو إلا بعد الإتيان به شوف لاحظ هنا نستطيع أن نضبط الفقه من خلال هذه القواعد بيداء عبد الإله تقول هل الحق أن الإبر في العضل أو الوريد يفتر الصائم وأخذ السيلان في الوريد يفتر الصائم عندنا قاعدة أيضا في هذا أن ما يدخل جوف ما يدخل بدن الصائم من غير الفم أو الأنف ينظر فيه فإن كان مغذيا أفتر الصائم وإن كان غير مغذ فإنه لا يفتر لاحظا قلت الفم والأنف لماذا غير الفم والأنف غير الفم والأنف لماذا لأنهما مدخلان إلى الجوف أما بقية البدن لا فأي شيء يدخل الجسم من الدبر من الأذنين من العينين مثل كحل وغير مثل قطرة العين فإذا كان مغذي مثل إبر مثلا الجيلوكوز اللي يأخذونها بعض المرضى مثل إبر الفيتامينات اللي يأخذونها بعض المرضى تنشط لأنها تسيل مع الدم وتنشط يستغني بها الصائم عن الطعام والشراب فهي تفطر أما إذا كان مضادات حيوية ما تفطر ما حكم الأخذ من اللحية محل خلاف مسألة الأخذ من اللحية فيها خمسة أقوال قول بالتحريم مطلقا قول بالجواز مطلقا يعني أخذ تهذيب اللحية قول بأخذ ما زاد عن القبضة وجوبا لكونها نسوك في الحج أو العمرة أخذ ما زاد عن القبضة وجوبا في غير الحج والعمرة و كم ذكرنا القوى نسيت والله الآن أربعة تقوانا أو خمسة عموما مسألة خلافية مسألة خلافية بارك الله في الجميع وابو خالد يقول كيف يكون المنهجية في الفقه الشافي يا بو خالد الله يرضى عليك نفس اللي ذكرت أنا بحيث أنك تعتمد متن من متون الشافي مثل متن أبي شجاع مثلا وتبدأ مثل طريقة الترتيب النووي أيضا وتبدأ تتدرج أهم شيء تضبط متن من متون الفقه ها تضبط المتن هذا من متون الفقه الشافي مثلا ثم بعد ذلك تبدأ تترقى في الروايات والأوجه مثلا ثم تترقى في الكتب التي صنفت بالاعتماد بذكر الأدلة ثم بعد ذلك تتوسع بعد ذلك ها خلصنا يا شيخ محمد بارك الله فيكم شكر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر